اليوم بعد اجتداد عاصفة الكورونا وبعد تخلف الدولة عن اعلان حالة طوارئ قامت الامتي في بي مبادرة ذاتية واعلنت حالة الطوارئ وطلبت من الناس يلتزموا بيوتهم طبعا بما انو الدولة هي العين الساهرة وما بتقصر لا بالشاردة ولا بالواردة اجا الرد علينا بالبيان التالي صدر عن مكتب وزيرة الاعلام منال عبدالصمد البيان الاتي ما احوجنا الى حس المسئولية في زمن الازمات وما ابعدنا عنه في بعض الاعلام لقد هالنا ما رأيناه على بعض شاشات التلفز المحلية من افتراء على الدولة واتهامها بالتقاعص ودعوة الى اعلان حال طوارئ ما عليكي عن جد ما احوجنا الى حس المسئولية في زمن الازمات ما احوجنا انو وزارة الصحة والدولة اللبنانية مجتمعة من رأس الهرام كانت تمنع الطيران الجاية من طهران ومن ميلان ومن اسبوعين ونص وما احوجنا انو كانت دولتك تاخد اجراءات جدية على المطار ولكن كل شي صرخنا وهلأ من اقل من ساعة فات الطيارة جاي من ايران على 150 راكب ونحن هالنا مع عليكي الاجراءات يلي اتاخدت هلأ على المطار ويلي كانت عم تتاخد من قبل ولنكون واضحين نحن مفترين عليكم واتهمناكم بالتقاعص اصلا مش بيحاجة انو نتهمكن لانو القاسي والديني وكل الشعب بيعرفونكم متقاعصين كم مستشفى حكومي جهزته ما في الا مستشفى رفيق الحريرة الاطراف كلها والمحافظات بالجنوب والشمال والبقاع ما عندها مستشفيات حكومية مجهزة ولا عندها قادر طبي ولا مستلزمات طبية اساسية خصوصي على مستوى الانعاش والتنفس وبيزيد بيان وزيرة الاعلام منال عبدالصمد لم تتقاعص الدولة في متابعة ازمة كورونا المستجدة والاحاطة بكل جوانبها بشهادة العديد من السفراء الذين ابلغوا المسؤولين اللبنانيين ان بلادهم تخذت من اجراءات لبنان نموزجا لاعتمادها ان اعلان حال الطوارئ منوض حصرا بالحكومة وتحديدا بثلثي اعضائها فكيف تعلن محطة تلفزيونية حال الطوارئ اولا ما عليك ان احنا سلطة رابعة وايضا موضوع مش مضطرين ناخد اذن من حدا بموضوع السلطة الرابعة ونحنا شغلتنا انه نحكي يلي بتحكيه والتطقاء على السلطات انها تعمل ونحنا مننور الرأي العام ونحنا منحكي لن الرأي العام لو بتخبرين معاليكي مين الدول والسفرات يلي اشادوا باجراءاتكم هل اشادوا بسعر ادوية التعقيم والتنظيف يلي ما في رقاب عليها هل اشادوا بنقص المستلزمات الطبية الاساسية يعني هاو السفراء هل اشادوا فيكن وقت يلي كنتوا عم بتقولوا للناس لا داعي للهلع ولك اذا المستشارة الالمانية انجلا ميرك الالمان عم يحكوا قالت انه الفيروس رح يضرب اكتر من 70% من البشرية ونسبة الوفيات رح تكون 2.5% متلو عم بيصير هلا يعني بي لبنان بنوصل لحوالي 90 الف اذا ما الناس تضبوا ببيوتهم وازا الناس كانوا عم يختلطوا ببعضهم فنحن وين افترين عليكم اذا قلنا لازم يكون في حالة طوارئ اصلا شو السبب ما اعلنتوا انتوا حالة طوارئ علما انه ببينكم انه حكيه مثل انه الناس تلتزم ببيوتها بس انه كلمة اعلان حالة طوارئ هي لزعاجتكم شو هو السبب اللي ما خليكم تعلنوا حالة طوارئ اعتبارات سياسية ما منعري ما بتكون تسببوا هلع اينا احنا بدنا نسبب حالة هلع شو اذا الناس هلعوا رح يقطلوا بعضهم اكيد لا ماكسيمون بيقعدوا ببيوتهم وهيضا المطلوب هالحكي يا معالي الوزيرة نحن هالنا الحكي نحن هالنا الوضع طبعكم ونحن هلعنا وخفنا ونرعبنا قد ما شفنا انعدام مسئولية بالتعاطي مع كل الملفات مش بس الصحية ان المصائب لا تأتي فرادة ازمات سياسية مالية نقضية صحية تفشت بنفس الوقت بمرحلة تعتبر الاسوأ على لبنان منذ انتهاء الحرب الاهلية مين بده يطمن الناس يلي ما في قدامه نقوله مواضيع انشاء وسلطة مترددة ومرتبكة وما عنده جواب علمي وواضح على اي خوف من مخاوف الناس يا دولة رئيس الحكومة حسان دي في شي ضروري نقوله وانتو ضروري تسمعو لا من باب المزايدات ولا من باب تسجيل النقاط بالسياسة بس نحن شغلتنا نحكي باللسان للناس وننقل اسئلتهم عبر من برنا اليوم استمعنا لكلمتك عم تعلن عن الاجراءات ووقف الرحلات الجوية من الدول الموبوعة وان اتى هذا القرار متأخرا خير من ان لا يأتي ابدا ولكن ليش تأخرته بمرائبة المطارات والمرافق والحدود البرية ولاش من الاساس تم التعامل مع المرض بحسابات سياسية او حسابات ما بنعرف شو هي صحة المواطنين بخطر يا جماعة وما بتتحمل الا الصراحة والشفافية بالتعاطي واذا الناس تعاملوا بالبداية بيخفة مع الكورونا ما بحق ليلي هن مسؤولين عن حياة اللبنانيين ياخدوا وقت كتير حتى يعلنوا حالة الطوارئ القصوى ببلد مساحت وصغيرة ونص سكانوا من اللاجئين ومن جنسيات مختلفة اليوم في البعض بيعتقد انه بظل الكورونا تراجع الحكي بالسياسي لا ما حدا وقف يحكي سياسي وعم يسألوا الناس مين يلي وصل الامور لهالنقطة السكوت عن الحق والحقيقة صار اليوم جريمة بحق البلد وهيدي الجريمة الطرقة الى مستوى الخيانة وصار لازم نشيل الكفوف ونحكي الامور بصراحة ونسأل اسئلة مشروعة عم يسألوها كل الناس هل صحيح انه ارتباط الدولة اللبنانية بمحور الممانعة بالاقليم هو يلي خلت دول العربية والغرب يديروا ظهرهم للبنان وما يمدوا ايد المساعدة هل صحيح انه هايدي الحكومة هي حكومة حزب الله وهو يلي قام بتشكيلها مع حلفائه وصار بالتالي هو المسؤول الاول عن السياسة الاقتصادية بالبلد وهو علي مسؤولية عدم رهن اللبنانيين للجوع والوباء هل صحيح انه المشكلة بلبنان هي بالدرجة الاولى سياسية بتتعلق بها علاقات لبنان الخارجية والمشكلة الاقتصادية هي نتيجة وبتتعالج فور معالجة اداء لبنان على الساحة الاقليمية والدولية ليش لبنان الممزق والغرقان بالديون بدو يدفع ثمان صراع الامريكي الايراني والشرق الاوسط وهل عنا القدرة انه نتحمل لعبة الوقت الى حين البت بهيدا الصراع ما نكذب ع بعضنا يا جماعة في عنا مشكلتين وصلت الى ما وصلنا الى المشكلة الداخلية المتعلق ببلد مسروق ومنهوب من قبل الطبقة السياسية من 30 سنة لليوم وفي المشكلة الخارجية المتمثلة بالعزل العربية الغربية يلي عم نوجهها الاول مرة منذ انشاء الكيان اللبناني اكيد المصارف تتحمل مسئولية لانه تحولت الى شريك في الحكم ولكن الاتجاه الى تحميل المصارف وحدة اسباب الكارثة هو هروب من الحكيب السياسي والتسمية الامور باسماء الحقيقية وحتى الكورونا ما صرف نظرنا عن اسباب فشل منظومة الحكمة ولانه التجمعات اللي كانت تصير بالسحات صارت خطرة بهالايام لانه ممنوع الاحتكاك مطلوب يضل صوت شباب وشابات 17 شرين ما يغيب عن الشاشات وعن وسائل التواصل الاجتماعي بها الفترة لانه تعود اللبناني على الازمات وتعود اللبناني على الازمات وعلى المصائب شي بيخوف وحتى ما نعتبر انه كل ياللي عم بيصير معنا هو اسمه ونصيب لازم نضل نحط الاصبع على الجرح وندل بالسياسة على الوجع والعلاج